الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مادبولي اجتماعا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناع ومحافظ البنك المركزي وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادي وتقييم التدعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي خلال الفترة الحالية والمستقبلية في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالمية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مخطات الشحن للسائرات الكهربائية وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السائرات الكهربائية وإعداد البنية الأساسية اللازمة لها وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي للسيارات من خلال أقرار مجلس الوزراء مؤخرا للإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات والتي تضمنت حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السائرات الكهربائية بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن السائرات الكهربائية في عدة محافظات بإجمالية 3000 نقطة شحن في هذه المرحلة سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وذلك في مستهل زياراته الحالية لإندونيسيا وفي الثالث محطات جولته الأسيوية هذا وتناولت الرسالة مجملة موضوعات التعاون الثنائي وأطر التعاون المشترك بين البلدين وصبول تعزيزها بما يتناسب مع تطلعات البلدين فضلا عن تناول جهود الجارية للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 وأعرب شكري خلال اللقاء عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين أعلن وزير الدفاع بريطاني بان والس خلال زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو أن بلاده ستنشر أحدث منظومتها للدفاع الجوي الصاروخي المتوسط المدى في بولندا وأكد والس بعد اجتماع مناظره البولندي ماريوس بواشتاك أن بريطانيا تتضامن مع بولندا كحليف في حلف شمال الأطلسي وحليف قديم مشددا على أنها تتحمل الكثير من أعباء تبعات هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضاف والس أن بريطانيا ستقف إلى جانب بولندا وتحمي مجالها الجوي من أي تهديد روسي قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيل نبانزيا إن بلاده لن تطرخ للتصويت اليوم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا وأضاف نبانزيا خلال كلمة أمام مجلس الأمن أن روسيا قررت في هذه المرحلة أن لا تطلب التصويت على مشروع القرار لكنها لن تسحبه واتهمن الدول الغربية بممارسة ضغوط لم يسبق لها مثيل على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو أمام مجلس الأمن الدولي إن أكثر من 700 مدنيين بينهم 52 طفلا لقوا حتفاهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية مضيفة أن العدد الفعلي للضخايا من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير وأضافت المسؤولة الأممية أن معظم الضخايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة لدات تأثير واسع النطاق في مناطق مأهولة بالسكان وشددت روزماري دي كارلو على أنه لا يمكن إنكار حجم الخسائر في الصفوف المدنيين ودمار البنية التحتية المدنية في أوكرانيا أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 2416 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1904 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل 126234 إصابة مؤكدة هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي ثابتا عند 4636 وفا أما رياضيا فيواجه الأهل اليوم فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويحتل الأهل وصافة جدول ترتيب المجموعة بأربعة نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال السوداني ومواطنه المريخ أصحاب المركزين الثالث والرابع فيما يحتل سانتاونز الجنوب إفريقي صدارة جدول الترتيب بأشرين نقاط نهاية منجزة ثمنا نعود الاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل